بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المخربية لكم من السلام سنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته اليوم سنعطيكم موحدة وصفة خاصة بالهيبة والقبول أو النصر على الآداء الناس لي عندهم مشاكل مع شخص معين أو عندهم مشاكل مع مدير أو في العمل يكون محقور ما عندهش هبة ما عندهش قبول بغي يكون منصور في ممشى يكون منصور في ممشى يكون عنده واحد النصرة واحد الهبة واحد القبول إن شاء الله غدي نعطيكم هاته الصغة إن شاء الله عدنا بعض الوصفات ديال عشبة من أرواع ما يكون أرواع ما يكون في إسكالات الظالم هذه العشبة هي عشبة السكران عشبة السكران أو عشبة البنج عشبة البنج هي معروفة عند العطار هي شوية غالية ثمن ولكن غادي يقدر يعطيك عشر دراهم يعطيك قيمة باش غادي تخدمي ان شاء الله ولكن غادي نعطي بعض الوصفات ديالها لانها رائعة اكتر من رائعة لذا خدوا ورقة وقلم وكتبوا هذه النصائح اللي غادي نعطيكم لانهم مفيدة تقدر تنفعكم في حياتكم في الولائم لك انت في مقابلة عمل او عندك مشاكل في البيت والصداع ما تيبغيش ينتهي غادي نعطيكم بعد الصياغ ديالها واختاروا اللي بغيتوا المهم هو انكم تخلوا لي باش ان شاء الله نعطيكم اكتر حاجة عندي او في الخزائن لتنعرف غادي نعطيكم بدون تردد اذا ما تبخلوش عليها ما غاديش نبخلع عليكم لان قناتكم قبل ما تكون قناتي ولكن ارجوكم ثم ارجوكم الدعم قليل حاولوا غير تخلوا لي لايك وربي غادي يجيب تسير لكم ولليا ان شاء الله اذا احبابي احنا اسرة وحدة سنبغيوا الخير برديتنا اذا ما تنسوش لي لايك وفعلوا الجرس باش توصلكم كل حاجة مزيانة في هذه القناة اذا هذه القناة تتشتغل من اجل المتابعين والمتابعات ديما تنحط لكم لي فيها الخير لكم والوليداتكم اذا احبابي ما تبخلوش عليها لانني انا ما تبخلش عليكم والله شهد على ما اقول اذا نبدو بالصلاة على الحبيب اللهم صلي على محمد وعلى اهل محمد الصلاة على الحبيب الصلاة على الحبيب هي مفتاح الفرج اذا دائما صليوا على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ان شاء الله بحول الله اول وصفة معنا هي لك انت عندك مشكل مع مديرك او كلمتك غير مقبولة او ديما مهزومة في اي كلام او ديما ما عندك شقوبول مع الناس او عندك تردد دائما او عندك عدو يتربص بك دائما هو يتربصك في الكلام في المشيئة ديالك في اللبس ديالك في اي حاجة تي ياخد نظر فيك ديما هو يحضق فيك ديما يعيبك ديما هو حاضيك كما نقولو احنا اذا هاد العدو اولا بغيت نسكته وبغيت انه يلجم يلجم فمه وديما يشوفني وسمط ما يتكلمش اذا نخدو هاد الفائدة هي الاولى غدي نجيبو السكران عشر دراهم ديال السكران وغدي ان شاء الله بحول الله وقوتيه غدي نحطها طابي اليمنيوم غدي ان شاء الله بحول الله وقوتيه غدي هاد الوصفة انت غن ديرها يوم السبت واما يوم الاحد ولا الاثنين ولا الثلاثة اولى انك تخدمها ليلة الزمعة اذا ان شاء الله نجيب ذلك السكران دولي السكران او البنج غيرعرفوه العطارة العطار عارف كل شيء اذا عشر دراهم هي اقل حاجة يعطيها لك باذن الله جيبها ان شاء الله وغدي تقري عليها هذه القراءة اول حاجة غدي تبدي بالصلاة على الحبيب سبع مرات غدي ان شاء الله تقري صورة النصر صورة النصر سورة النصر سورة النصر سورة النصر 21 مرة اذا ستقري صورة النصر 21 مرة انت تتنفتي غير الهواء تنفت على هذا السكران لباب بي المليوم اللي ستزي معك غدي تمشي الآية من صورة ياسين الآية تعود اعود بالله من الشيطان الرجيم وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ سنقرأها سبع مرات هذه الآية سنقرأها سبع مرات وانفت على هذا السكران سنضيف بحول الله وقوة صورة الكوتر سبع مرات سورة الكوتر إما سبع مرات وإما تسع مرات وانفت على هذا السكران وغادي نقرأ إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نقرأ اسم من أسماء الله الحسنى يا قهار تسعود وتسعين مرة وغادي إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نقرد دعاء اللهم بحق اسم القهار اللهم قهر من قهرني بقهرك يا قهار اللهم بحق اسم القهار اللهم قهر فلان ولد فلانا أو قهر فلان ولد فلانا الإنسان لقهرك أو تيدلمك أو أنك ديما حاط عليك أو ديما يتربس بك اللهم قهر فلان ودفلانة أدرها 27 مرة في الدعاء يا قهار يا قهار يا قهار إما 99 وإما 101 إن شاء الله أدروا الدعاء 27 مرة اللهم بحق إسم القهار اللهم قهر من قهرني بقهرك يا قهار إن كان إنسان معدي عليك فهو يحتاج أنك تدير حصن حصين بينك وبينه إذن هذا غادي تبيته إن شاء الله تطويهاد بابالي من يوم وتحطه تحت الرأس ديالك ليلة كاملة ومن بعد غادي تديره في المحفظة ديالك المحفظة ديالك أو إنسان يخدام وهذاك الإنسان مدير أو أي حاجة البنت تتوضعه في صغيرة صغيرة وتديرها مبين حمالة الصدر دياله إذن تمتمنى أن هذه الوصفة اللولى تعجبكم أما الوصفة الثانية الناس اللي عندهم مشاكل عندهم مشاكل في البيت وصداع ما تنتهيش بدون ثبب هذاك الصداع ما عرفنا وش من عمار المنزل أو من القراءة اللي بيناتهم أو السحر مرشوش أو حسد وعين على الأقل نهدنه النفوس ما يبقاش هذاك الصداع دائما غادي تاخدوا السكران عشر دراهم دير السكران غادي نضيفوا ليه ملح وغادي نقروا عليه صورة الزلزلة وصورة الجن مرة واحدة وصورة الزلزلة واحد وعشرين مرة وغادي نوضعوه في زواية البيت كل البيت كل البيت إلا المراحد والدوش لا توضعوه وراء الأتات تحت الزرابي أي مكان الغرف ولكن إلا كانوا عندكم أطفال ما يمكنش هذاك الصداع يمشيوا ليه الأطفال ولليش حاجة لأنه مادة سامة إذن بهذا المعنى حاولوا أنكم تلوحوه في الزواية يكون مخبأ في الزواية ما يكونش قريب من الأطفال أو الردع أو هذه نصيحة الناس اللي عندهم أعراس أو عندهم عرس أو عندهم مناسبات تيجيبوا واحد خمسين درهم ديال السكران إحنا تنديروها في الأعراس باش مينوش الصداع والمشاكل أما إذا تبقى عندكم في الضامر ديالكم أو مكتوبة خذوها كفكرة وإن شاء الله ربي يجيب الخير ويجيب الفرح ويجيب السعادة إن شاء الله غادي ناخدو الخزامة والملحة والسكران وغادي إن شاء الله تلوحوهم تلوحو هذه المكونات في الزواية المكان اللي فيه العروسة في أي مكان اللي غادي يكون فيه العرس وفي الجوانب تحت السجادات أي حاجة غادي تلوحو فيها ذاك الخزامة والملحة والسكران من بعد من إسالي العرس غادي تجمعوها ذاك الشي تحيدوه وتلوحوه في مكان عاشب البلبلة والباس معاه والعرس غادي إن شاء الله يدوز بخير وعلى خير ما فيه لصداع لمشاكل للتحاجة حيث الأعراس تنضو فيهم المشاكل إذن أحبابي تمنى هذه الوصفات غادي يجيب معكم نتيجة إن شاء الله إذن أحبابي تمنى لكم صحة والعافية تمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة إن شاء الله تدروا هذه الوصفات واعتمدوا على القراءة بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته